السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي من جديد أخواتي في مطبخ حسناء سريف كانت منا يلقاكم هذا الفيديو بخير ولا خير في أحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله كما كنت لاحظوا معي أخواتي اليوم إن شاء الله سنشارك معكم هذا الكيك بالكريمة اللي يجي صراحة رائع رائع جدا إن شاء الله أخواتي تجربوه بصحة والراحة وينال إعجابكم ولكنتوا أول مرة تزوروا القناة لا تنسوا الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يصلكم إن شاء الله كل جديد فاندزوا دبال المكونات وطريقة تحضير إذن أخواتي هم المكونات اللي غنحتاجوا في هذا الكيك هذا فعندي كاس ديل العنباء ديل السكر ما يعادل 150 جرام ديل السكر عندي كاس ديل الزيت 150 جرام عندي كاس ملخة ميلة ديل الحلويات 16 جرام عندي هنا قشرة ديل برتقال لمحكوكا عندي كاس ديل الزيت ما يعادل 150 جرام كاس ديل العصير للبرتقال ما يعادل أيضا 150 جرام وعندي ثلاثة ديل الحبات ديل البيض ضيف عليهم شوية ديل الملح وعندي 280 جرام ديل الدقيق الأبيض يكون نوعية جيدة فهذه هم المكونات أخواتي وده بغن نزول طريقة ديل التحضير فأخليكم معي بإذن الله كما كتلاحظه أخواتي غدا ناخد البيض هو الأول لضيف عليه كما كتلاحظه شوية ديل الملح وغدا نضيف كاس ديل العنباء ديل السكر ما يعادل 150 جرام ديل السكر وغن ناخد طراب الكهربائي أو للكاس اللي كنتحن فيه العاصر وغنطلعو هاد البيض حتى كتضاعف لنا يعني الحجم ديل البيض وكيت تحول أصفر فاتح كما تلاحظه معي إن شاء الله فكنبدو أخواتي بسرعة منخفضة ومن بعد غدا نزيد بسرعة ديل الطراب يعني غيبا لنا الحجم ديل البيض ضاعف واللون ديل البيض تبدل الأصفر فاتح في هات الشكل هذا كما كتلاحظه تنحبسه ما نبقوش نطلعو بزاف البيض فبتالي البيض كي طيب هاد المرحلة ولكيك ما غيجيناش طالع وغيجينه يعني في نفس الوقت تقيل فكنستمر بهالطريقة هادي كما كتلاحظه أخواتي هنا الحجم ديل البيض الضاعف وتبدل لنا اللون ديل البيض الأصفر فاتح فكنناخد كاس ديل العنبة ديل الزيت ما يعادل 150 جرام وكنبدو نضيف الزيت على دفوعات متتالية كما دائما تنخدمو أخواتي بهالطريقة هادي باش الحجم ديل البيض ما كينزلش لينا فكنضيفوه غير بشوية بشوية كما كتلاحظوه أنتم على دفوعات أخواتي متتالية بغيتو توجد الكريمة هي الأولى تبرد بغيتو تخدمو الكيك أنا خدمت الكيك وخليت الكيك يعني حدايا يعني مخدوم ووجدت الكريمة حتى بردات وخدمت بها بغيتو تسبقوا الكريمة هي الأولى فإلا بغيتو يعني تربحو الوقت أكتر يعني تخدمو الكريمة وتحطوها باش مني تكملوا الخدمة ديال الكيك تلقاوا الكريمة بردات وكدرو بها الخطوط اللي غنشوفو إن شاء الله في المرحلة التالية وهنا كما كتلاحظو أخواتي بديتك نضيف عصير الليمون أو العصير البرتقال على دفوعات متتالية حتى نكمل الكمية اللي عندي ونضيف قشرة ديال الليمون أو لبرتقال المحكوكا هذا بكين الليمون صغير فتخدموا به في هذا الوقت هذي أخواتي هنا أخواتي عندي ميتين وثمانين جرام ديال الدقيق بالضبط اللي هزت لي هاد الكيمية ديال السوائل اللي خدمت معاكم وغنضيف جوج أكياس من الخميرة ديال الحلويات مجموع الخميرة ديال الحلويات هو ستاشر جرام وغدا نبدو نضيف نختم غير بالطرر باليدوي وتنبدو نضيف الطحين بالمعلقب المعلقب هات الشكل هذا حتى نكمل الكيمية كلها اللي عندي بها الطريقة أيضا مني سنخدمه الطحين او لا سنضيفه الطحين بالمعلقب المعلقب الحجم ديال البيض أيضا ما غينزنشنا وغايجينا الكيك طالع مزيان كيم ما غتلاحظوا معي ان شاء الله في المرحلة التالية فنخدموا اه إلا ما كانش عندنا تطرى بالكهرباء نخدموا هاد المكونات اللي خدمت معاكم في الأول في الكاس اللي كان طحنوا فيه العاصر ونكبوه في واحد الإناء وكن نكمل العملية عادية بهات الشكل هذا أخواتي تجيب المعلقة مع القناة ونوعية للطحين تكون مزيانة أخواتي باش النتيجة تجينا في الأخير مزيانة فنكمل ان شاء الله الكمية هي اللي عندي ديال الطحين كاملة كما تلاحظوا معي فيلضفنا الطحين على جوجد وفوعات أولى على 3 فالكيك ما غيجيش طالع يعني يحتقي إلى بلنا طالع من نخرجوا الكيك غينزل او لتينزل في الفران فهده هما الاسباب اللي تخليني أن الكيك ينزل في الفران او لمن نخرجوا الكيك تنزل فنستمر اخواتي حتى نكمل الكيمية اللي عندي الخليط يكون شوية اتقيل باش يعني يبقوا ان الخطوط دي الكريمة اللي غنشكله واضحة كما لحتوا معي اخواتي في اول الفيديو فقد نحيد هاد الطراب اليدوي ونخدم بالطراب الكهربائي فكانش عندنا الطراب الكهربائي فماشي ضروري نكمل نخدم مزيان الطحين غير بالطراب اليدوي حتى نحصل على هاد الخليط هاد كما قطلعتو معي اخواتي خليط شوية تقيل وما خفيفش يعني بزاف اذا كان خفيف فهاد الخطوط دي الكريمة مغايبقوش بينين يعني غينزلو لتحت كاملين وغطلع عنا يعني الخليط دي الكيك الفوق وبالتالي مغايجينش يعني هاد الكيك هاد مشبك بالمربعات اللي غنشكل معاكم ان شاء الله في المرحلة التالية فخليكم معي بإذن الله هنا اخواتي خديت نص سطر دي الحليب باش نشكل الكريم باتيسير اضرت اضفت هنا عفوان جوج حبات من البيض واضفت هنا جوج معالق كبار عامرين مزيان دي النشط دورة او للمي زينة وغنضيف ثلاثة دير المعالق كبار دي السكر بغيتو تنقصوا يعني من الحلاوة فممكن ديروا جوج معالق كبار دي السكر تيبقى لكم اخواتي الختيار هنا درت انا ثلاثة دير المعالقة دي السكر وغدا ندمج هاد المكونات مع بعضها مزيان بهاد الشكل هادا حتى كتبه ان العناصر انساجمت انا وضع هاد الخليط هادا فوق النار حتى كيبالي نبدأ كيتقال وغدا نوضعه نطفي عليه البوطة ونوضع هاد الخليط هادا بطلة جاي برد مزيان يعني كتقلب الكريمة كتلقوها بردات عادة تشكلوا بها خطوط في الوجه دير الكيك فنخدم المكونات مزيان بهاد الشكل هادا اخواتي حتى نتأكدو باللي المكونات ندامجو ونطلق معاكم ان شاء الله في المرحلة التالية هنا اخواتي خديت هاد المول هادا هنخلي لكم ان شاء الله القطر ديالو في صندوق الوصف ولبستو بالورق البابي كويسون هنكوف في هاد الخليط هادا كيما اصبق وذكرت لكم انا خدمت الكيك هو الاول وحطيتو حدايا حتى كملت الكريمة فمل احسن يعني بغيتو تتربيو دغية تخدمو الكريمة هي الاولى تبرد عاد تخدمو آآ الخليط ديال الكيك هاد الشكل هادا ونطلق معاكم ان شاء الله في المرحلة التالية فكيما كنت لاحظوا معي اخواتي هاد هي الكريمة ها هي بردات يعني تقلبوها تشوفوها وش بردات مزيان عادة تطيروها فوق الخليطة ديال الكيك فقدرنا اخد هاد هاد القرعة هادي اولا شي بلاستيكا وكان نبقى ندير خطوط وقدرنا عاود رجع كتر من مرة على هاد الخطوط هادو حتى يبقى وانا واضحين وكتجينا الكريمة يعني في الداخل ديال الكيك والشكل ديال المربعات تيبقى واضحين فالا درنا غي مرة واحدة فرا هادوك الخطوط اللي غنديروه تيكونوا خفاف غينزلوه تحت في الكيك وبالتالي الوجه ديال الكيك غادي يجينا عادي مغايجيوناش فيه نهائيا هاد المربعات اولا مغايبقوش واضحين فكن نرجع على ثلاثة ديال المرات اولا على ربعة ديال المرات المهم الكيمي اللي اعطيتكم ديال الكريمة غتخدموا بها كاملة د reci 할난. اجب اولا او كوكو افري فكيبقى لكم اخواتي لاختيار بش ما بغيتوا تزينوا هاد الكيك هادي تزينوا او لتطيف هبوا لكيبوا الى الكوك او لكوجلة او كgowر مينزي فكيبقى لكم اخواتي الاختيار فالفران تكون سخون من قبل دائما لكيك والباسبوسات هندخل لهم الفران تكون سخون من قبل ولك الفورم الكهربائي فقد دخلوا هاد الكيك كان لدرجة حرارة 180 كان شاعل الفران غير التحت حتى كتبال لنا يعني الكيكة لها التحمرات فكان مازال خاصة شوية تحمر من الوجه دياله كان شاعله عليها الفران واحد شوي وكان خرجوها بصحة وراحة فكما راحتوا اخواتي انا كمل دبتزين ديال هاد الكيك هذي فالدرتوا اللوز وبينولكم على ان هاد المربعات مبقوش بينين وما زال عدنا شوية الكريمة فكنا حاولو نوضحوه تبقى اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك بالكريمة اللي يجي صراحة رائع رائع جدا ان شاء الله مني غتجربوه غيبقى معتمد عندكم فانا غلفت المول بالورق البابي كويسون باش ميتحمرش ليدغية لان المول تيكون خفيف فادوا علاش اخواتي تغلفوا المول بورق البابي كويسون إلا كان عندكم هاد المول اللي كيتسدو كيتحل كان عدنا مول اخر تقيل فما كنحتاجوش نغلفوه باي ورق تندهنوا المول غير بالزبدة ونرشوه بشوية ديال الطحين وتنخدموا عادي فهاد المولات هادو تيكونوا شوية خفاف فالكيك او للبس بوسات دغيات يتحمروه تتحرقونا مع الجناب فنغلفوهم بالورق تيكون احسن كما لحتو اخواتي بقاونا المربعات واضحين ديال الكريمة اللي شكلنا فكنخلي واحد كتبرد مزيان عد كنقدموها بصحة والراحة لان الكريمة في الداخل كتكون مازان مبرداتش ومني غنجيو نناكلوه يعني غنلقو الكريمة بقا شوية اه سخونة فهدا وعلاش اخواتي ستتبرد مزيان وتقدموها بصحة والراحة واي حاجة اخواتي ما واضحاش خليوا لي ان شاء الله في التعاليق نجاوبكم عليها بإذن الله تبقى اخواتي هذا والشكل النهائي ديال هاد الكيك هدفك يجي مهوي من الداخل وكيجي اسفن جيخفيف الواحد درجة كبيرة بزاف فكما لاحظتوا يعني الكريمة عد نفل داخل ديال الكيك وعد نحته من الفوق وكنشكركم اخواتي شكر كبير بزاف 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 على حسن المتابعة ديالكم على تعليقاتكم وعلى التشجيع ديالكم فشكرا شكرا لكم اخواتي واي حاجة ما واضحاش خليوا لي ان شاء الله تعاليق نجاوبكم عليها بإذن الله ومبقى لي اخواتي الى نقول لكم طلوا فراثكم سفزا والى رقاء اخر في فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله